وخلوني أصدقكم القول هو أنا تقريبا مكشر مبلم من أول الحلقة ليه؟ لأنه النهاردة انتقل لرحمة ربنا سبحانه وتعالى نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية الله يرحمه اللي الواحد يقدر يقول عليه أستاذ الأسدزة وأستاذ رجائي عطية ما كانش فقط محامي كبير شهير عظيم نزيه فاضل بل كان مفكرا بالمعنى الحقيقي للكلمة وله مؤلفاته مش بس بقى المؤلفات القانونية ولكن ليه أيضا مؤلفاته الفكرية وفي التأصيل وفي التأريخ الإسلامي وما إلى ذلك الله يرحمه النهاردة الأستاذ رجائي الله يرحمه يا رب توفى أثناء المرفعة توفى وهو في محراب القضاء توفى في محكمة الجيزة رحمة الله عليه في حاجة من الحاجات اللي بتخليه أشعر باستياء شديد إن أنا حاطت نفسي مكان أولاده وتحديدا صديقي العزيز ابنه عمر الرجائي في مسألة تداول صورة الفقيد وهو أو بعد وفاته لما وقع في المحكمة أولا يمكن أن أقدر أقول العمر الرجائي تحديدا البقاء لله سبحانه وتعالى والبقاء في حياتك ربنا يصبركم ده حاجة الحاجة التانية هي أنه أنا أعتقد أنه جموع المحامين في مصر الواحد يقدر يقولهم البقاء في حياتكم فقدتم واحد من جيل الأسدزة الكبار أوي أوي العلامات القانونية الكبيرة جدا القامات والقيم المهولة الأستاذ رجائي عطيه رحمة الله عليه كان راجل مهول في علمه وفي شخصيته وفي هبته وفي أداؤه أنا اتشرفت الحقيقة بلقاءه تلت مرات على المستوى المعني في البرنامج والأستاذ رجائي كان رجل عزيز الظهور ولا يحب أن يظهر في الإعلام قدر استطاعاته ما بيحبش يظهر في حد ولو أنت عايزه اتفضل تعالى المكتب حتى ولو فيه مناقش أهلا وسهلا تعالى وتنور ونتناقش ونتكلم وحاجات زي كده وقابلته يمكن 3 أو 4 مرات تانين شفت مكتبته اللي تخض الكنز وأتمنى أن عمر رجائي والعيلة يحفظوا على هذه المكتبة أنا أعلم جيدا أن عمر يحب القراءة ويحب الثقافة ويحب الكتاب فأكيد هيتحفظ على كنز الأستاذ رجائي عطية من مكتبته العظيمة وأنا أتمنى أن إحنا كمان نستفيد من مكتبة مؤلفاته يعني أديك شايف على الشاشة العدد المهول المهيب الحقيقة الذي يصلي خلف جثمان الفقيد رحمة الله عليه الله يرحمك أوسزر الرؤية الله يرحمك الله يرحمك ألف رحمة ونور تنزل عليه ترجمة نانسي قنقر